بشوهندس زي ما قلنا الزكاء الاصطناعي هو المستقبل عايزين نعرف من حضرتك إزاي نشجع الولاد أنهم يقدروا يدرسوا المجالات دي فيه مبادرات كتير ما قدماها الدولة مبادرات رقمية كتير وابتدت تنزل بيها كمان بالسن لغاية سن ابتدائي فأعتقد أن فيه حاجات كتير قوي تقدر الولاد تتابع من خلالها طبعا شكرا على التوعية حيئة بهذا الموضوع المهم جدا لأن التكنولوجيا دايما بتغير له زائف ويمكن إحنا في مرحلة بنعيش حالة من التصارع التكنولوجي غير مسبوك العالم ما شافوش من أولا حتى على مستوى الصورة الصناعية الأولى والتانية والتالتة والربعة وما بعدها اللي احنا عايشين فيها النهارة وبالتالي إحنا دائما كنا محتاجين مهارات جديدة علشان نقدر نتعامل مع تغير شكل الحياة تغير شكل الوظيفة طيب عندنا طريقتين لتتساب المهارات دي أما عن طريق التعليم التقيدي اللي احنا كنا مروح مدرسة ومروح جامعة أو التدريب المستمر وحقيقة مع التصارع دوة التدريب المستمر هو مهارة حقيقة لازم تكون كلنا نعرف نعملها هي قدرتنا على التعلم إن من غير القدرة على التعلم ما فيش مدرسة ولا جامعة على مستوى العالم بدءا من مصر إلى أكبر الجامعات اللي موجودة زي كانت في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو في أي حتة في العالم تقدر تواكب هذا التغير فالمهارة الأساسية اللي احنا دايما بنكلم فيها إزاي أتعلم لو ما قدرتش أتعلم هبقى عندي مشكلة أنا اللي عندي مشكلة أنا دايما بقول الجهة اللي في عصر جوجل هو الاختيار مش العكس المساطر بقت موجودة ومتاحة وبالمجان فما بقى لك بقى إن إحنا كدولة مصرية بنتيح كل هذه المهارات الرقمية في أكتر الفروع تخصصا وتقدما بالمجان بكورسات من أفضل المعاهد اللي وجودة في العالم كل ويمكن سوزة المهارة كانت بتكلم إننا بنتكلم في ابتداي اه إحنا إحنا كان الأول المبادرات كانت في مرحلة السنوي ومرحلة الجامعة أو حديث التخرق حلنا هردو بنكلم في سن رابعة ابتداي يقدر أولادنا يقدر يخش في هذا الموضوع وبالتالي هي مسؤولية الكل حقيقة إننا نوعي أولادنا نوعي الأسر عشان تأثير الأسر حقيقة مهم جدا ونقول لهم إن المفاهيم القديمة للدراسة هي حتبقى جزء من الماضي برضو يعني حتى قلوا موزكا كان لسه متكلم قالك طريقة التعليم التخليدي دي هي مش هتواكب التغير السريع جدا وبالتالي إحنا لازم نقول للأب والأم خلوا بالكم بصوا على الولاد الولاد عامة هم موردين في جيل رقمي كمان والتكنولوجيا هيمتداد طبيعي لحواسهم ومداركهم إنما تعال نواجههم بقى في هذا الاتجاه تعال نقول لهم يا جماعة قدموا على هذه المنصات والمنصات الحكومية موجودة ومتاحة وتسجيل فيها يعني متاح لكل حقيقة بدخل البيانات بتحط لأسم المدرسة أو اسم الجامعة ده حتى كمان فيه مش مجرد السنة الزغاية احنا بنكلم الناس اللي عاوزة تعمل نوع من أنواع تحويل المصاري الوظيفة في مجالات كتيرة جدا زي التسويق الرقمي في مجالات الفين والرقمية حتى في المجالات المتخصصة الزكاية الصناعية والواقع المدمج وتحليل البيانات فهي قدرة الناس إنها تعرف إن لازم أتعلم لازم أغير صحيح غير كده حيبقى في مشكلة في الوظائف المتاحة وأنا عندي المهارات والجدرات دي ولا لا فهقول له حضرتك بمثال بسيط جدا من كذا شهر بسيط يعني من 3-4 شهر مثال ما كانش بتسئل الموظف اللي راح يشغل في شركة كبيرة أنت بتعرف تستخدم زكاية الصناعية التوليدي اللي هو زي الحاجات الجنراتي في أي آية وزي الحاجات الشاتبوتس والحياة بتعرف تستخدمها أو لا نهارا بتسئل أنت بيدي له سؤال بيقول له اسأل الشاتبوت أو اسأل هذا الآلة المبنية على زكاية الصناعية سؤال علشان أنت لو معرفش تسأل السؤال المزبوط هيجي لك إجابة خاطئة تماما فدي مهارها إحنا بنكلم في شهور فما بال حضرتك بقى إن إحنا كنا زمان بنحتاج لسنوات عشان نغير مهاراتنا أو نكتسب مهارة جديدة لكن دولة التطورات مطلحة طيب